ولا شك إن الإنسان بيتأثر بسماع كلام الله تعالى لما فيه من أسرار وما فيه من أنوار وما فيه من علوم وما دارك مع السماع يمكن أن يرد على قلبه مش على ذهنه فقط على قلبه معنى من معاني القرآن أو يصور في قلبه مشهد من مشاهد الحقائق التي جاء بها القرآن فينخلع الإنسان عن نفسه ويتأثر ويجد أو يتواجد يعني يخرج لأن الحقيقة القرآن دا مش الأسطر اللي احنا شايفينها الكتابة اللي مكتوبة بالمطبعة بالحبر الاسود قال بعضهم دا الكلام دا عندهم مش عندنا احنا عند الخواص آه آه يعني من لم يرى ما وراء أو من لم يشهد ما وراء هذه الأسطر أو هذه الكلمات من أنوار وأسرار وحقائق فلم يقرأ القرآن